حلقة جديدة من مطبخ اسيا واسبوع العشوى على الخفيف لسه مستمر النهاردة هنعمل برضه عشوى حلوى او وصفات حلوى تمشي مع الموضوع بتاع الاسبوع ده هنعمل حبوشي بس مش اي حبوشي هنعمل حبوشي بالتونة حاجة سريعة وخفيفة ورزيزة جدا وهنعمل فتة بس فتة فتة الفول المدمز مش حتى فتة الفول الاخضر فاول حاجة خلونا نشتغل في الحبوشي عندي هنا تاسة على النار انا هحاول ان انا الخلطة بتاعت الحبوشي طالما فيها تونة عايز اخد لها تشويحة على النار كده خفيفة بحيث ان انا اكثر الحدة او الزفارة شوية بتاعت التونة فعندي هنا شوية ززة تون انا من الناس اللي بتحب الحبوشي جدا جدا الحبوشي العرائس اللبناني كلها شبه بعض فدي من الحاجات المميزة في المطرخ العراجي عندي هنا شوية بصل لما بنتكلم على الحبوشي طبعا الخلطة كل ما كان فيها حاجات او كل ما كانت كتيرة وغنية كل ما كانوا اللي الغفة بتاعت العيش حلوين قوي هاخد بقى شوية بصل كده اشوحه وطبعا لما بنتكلم على الحبوشي تونة يبقى فيه شوية زفارة يعني لازم نحط شوية تون ونحط شوية حاجات بتعمل يعني كأننا بنكبس التونة ونتخلص من الزفارة بتاعتها او الريحة بتاعتها اللي بتبقى شوية قوية خصوصا لو دخلت على النار فعندي تون طبعا يعني ممكن نفصيلي ثلاثة حسب الكمية اللي انتو مستخدمينها من التونة والحووشي لما بنتكلم عنه بنتكلم عن عيش بلدي كل ما كان العيش البلدي او حتى العربي كل ما كان احسن ممكن نسويه على البوتجاز على الصاج او ممكن نسويه في الفرن امتى بنسويه في الفرن لما بنكون بنعمل حووشي اللحمة او الفراخ لانه هو اللي بنعمله الخلطة بتاعته نية لكن في الحالة بتاعت التونة مثلا الحووشي مش بيحتاج ان هو يدخل للفرن لانه كل حاجه متسويه فحنا بنسويه بس شوية يحمر العيش على الصاج على النار وده اللي هنعمله دلوقتي خلوا بالكم ان احنا بنتكلم على عشوه على الخفيف لما بنتكلم على الخفيف مش معناه بس ان هي حاجه خفيفه او المكونات خفيفه العشوه على الخفيف يعني اولا هي عشاء عشان خاطر بنعمله بسرعة مش مركزين قوي ومعندي نشطه اللي تبنيه في المطبخ كتير لكن المكونات خفيفه وكمان الوقت او الطريقة بتاعت التحضير خفيفه جدا فانا دلوقتي حسيت ان الصنائي بتاع اي طبخه عربية اللي هو البصل والشوم تريت زبطه مع بعض حابتدي اضيف هنا بصل اخضر لاحظوا ان انا بضيف النكهات اللي بنستخدمها حتى بشام النسيم مع الفيسيخ والرنجا لان دي الحاجات اللي بتغطي ريحة الاسماك عندي شوية فلفل حرق لو حابين لو مش حابين الحرق ممكن تحطوا الفلفل اخضر البارد عندي هنا طماطم طماطم ممكن تقطشروها ممكن تصفوها من البذر وتقطعوها مكعبات او ممكن مجرد بس انكم تصفوها من البذر وتقطعوها بالقشر بتاعها اهم حاجه بس مايبقاش فيها البذر لانه البذر ده هيزود لحموده وهيديني سوايل كتير للخلطه بتاعتي وانا مش عايزة كده هحتاج دلوقتي احط شوية صلصه الصلصه هتديني لون وكمان هتخلي الموضوع او هتخلي الحشوه بتاعتي تلمت بعضها يعني تربط على طول دايما واحنا شغالين النظام والترتيب عشان الدنيا ما تتكركبش مش بس عشان احنا بنعمل برنامج على التلفزيون خالص على فكرة انا بتعامل على اساس ان انا في البيت لما بنعمل كده في البيت بيخلي نفسك مفتوحة اكتر وتشتغلي اكتر يعني ممكن تكوني نوية تعملي وصفة واحدة تلاقي نفسك دخلتي على الحلو دخلتي على الصلطه حاجات كتيرة جدا لانه بتشوف الدنيا ريئة عندك بس ما بتتمعكك والدنيا كلها بتبقى موعين والحاجات دي بتقفلي من اول وصفة انا مش عايزة كتقفلي بالعجل اقلب المكونات دي مع بعض وحبتدي ازود البهارات في حالة لو شفتوا انه مثلا الطماطم ما نزلتش سوايل ممكن نزود شوية مية بسيطة بحيث انها توزع لي البهارات لكن ما تزودوش كتير لانه زي ما قلت انا عايزة حشوة تبقى مسكة نفسها وده الهدف اللي خلني حطيت صلصة الطماطم عشان تبقى قوام الكسيطة مرحلة دي انا هتطر ان انا حط بوهارات بوهارات ملح وفلفل وشوية كامون واخر حاجة رشة الكمون عشان خاطر زي ما قلت احنا مستخدمين تونة فالتونة او الاسمات عمتن بتبقى عايزة شوية كامون بس لما تضيفوا الكمون ضيفوه واضفوا النار على طول انا هحط في النار وهحط التونة في الوقت ده لانه مش عايزة التونة تقعد فترة طويلة على النار لانه ما تنسوش لسه قدامنا مرحلة الصال وهقلب كل المكونات دي مع بعض طب هخرجها من هنا على ما اقلبها عشان مكانها ابتدي او خلوني هنا اشتغل هنا احسن اسخن الصد بكاية صاج طاصة اي حاجة عندكم الاتنين ما بيفرقوش يعني وحقلب هنا المكونات مع بعض اهم حاجة بس تكونوا متأكدين من الطعم انه الملح مظبوط وكل حاجة مظبوطة احضر بقى الفويل هحتاج الفويل او وراء الألميون هبتدي اقصه على شكل مربعات او مستطيلات بالشكل ده وحاجب العيش البلدي او العربي الشاميح زي ما انتو تحبوا تحاولوا بس يكونوا طازة عشان نقدر نفصله كويس نفتحه كده بس قبل ما افتحه هحتاج شوي زيت زاتون على الفويل لانه ده اللي هيساعد العيش بتاعي ان هو يتحمص او ياخد اللون الحلو في السوا بتاعي احتاج الفويل وحاخد بقى الخلطة اللي انا محضراها بتاعت التونة اخد منها كده ووزع في الحوابس شفتوا الدنيا رطيفة ازاي وانتو عارفين انه التونة او من المكونات اللي مش غالية يعني متوفرة وفي دلوقتي عرب تونة بسبعة واربعة جنيه والحاجات دي يعني حسب الماركة بس طبعا كل ما اقيته ماركة حلوة كل ما كان احسن فانفردها بالشكل ده ده يبقى شكلها ونحطها هنا وبرضه اجيب شوي زيت زاتون على الوش وسريعا اوزعه بالفرشة واجهر الفويل واخد كنت اكبر شويه الورقة بس هتصبت متقلقوش ونقفلها كده ونحطها على السجل اظن دلوقتي فهمت الفكرة بتاعك الحواشين ونعمل رفتاني اعمل رفتاني 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 معانا واحد هحط زي ما قلت اربع او مستطيل من الفويل شويه زيت الزاتون عشان ده اللي هيساعدني على التحميس او التحمير بتاع العيش اوزعه بالفرشة على الخفيف ولا مش على الخفير انا قدي كلمتي يعني كل حاجة عملناها مع بعض شفتوا يعني ما خدتش اكتر من 12 دقيقة على بعض الوصفة كلها بفتح العيش لما بيكون العيش البلدي طازة بيكونوا فصلين على بعض لانه بيكون لسه منفوش في الفرن وحلو فده بيساعد اكتر ان احنا نحشي العيش من غير اي مشاكل من غمية قطع وبرده بنحط الحشوة مقدار مع القطين كبار ده بيبقى شكلها ونحط الرغيف تاني وشوية زيت الزتون على الوش وتوتا توتا خلصة الحدوطة تمام يعني ياخدوا حوالي ثمان دقايق من كل ناحية وبعدين بنقلبهم من ناحية التانية هجيب دي بقى تساعدني احسن وحقلبها على الناحية دي وحطلع فاصل وارجعلكم بعد الفاصل نكمل مع بعض لقي وصفات النهار ده شوفكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة